وفي تحديات الاقتصاد كشف الخبير الاقتصادي رشيد السعدي عن الحل الأساسي والجذري لمعالجة ملف البطالة في العراق وقال أن الحل الأساسي والجذري لمعالجة ملف البطالة مع تخرج أعداد كبيرة من الطلبة يكون بتنويع مصادر الدخل والاعتماد على الزراعة والصناعة بالدرجة الأساس وباقي القطاعات السياحية وأضاف أن العراق يعتبر مؤهلا لاستخدام هذه الموارد في زيادة إراداته المالية وتشغيل الأعداد الكبيرة من الخرجين لإنشاء معامل وشركات إنتاجية رغم مغفية فساد في الدوائر الفرعية تقف بالضد من خطة للدولة والبرامج التي تقدم من رئاسة الوزراء واصفا القضية بمشكلة كبيرة